عم بتقول إحنا موحكينا هي ما حكت مع لميس عم تسمعني حكي كأنه ما منعرف تشتغير حاكتني حكي مادر تجاوبة عليه وأنتو ما عندكم غير دجلة وتشغير وأنا هي اللي كنت عم بستنى دجلة تمشي وتروح بقى بس عم يقلك إنه البنت ما لعلاقة باللي صار أنا سمعت بداني وان دخانه اللي بتصلت بسيرها شبك ما بعرف والله دك ما بنت تعرفي وما تعرفي تقولين شبك يعني ما لازم تنلام دجلة على كل شعر ديوار دي حرام سكورت سكورت إمثي لاش واقف مصفة ضدي قولك أنا معاني واقف بصف حدا بس ما فيك تتصرفي على كيفك ومتل ما بديك أنتي كمان ممثلة بها الوكالة وما بتفرقي أي شي عم باقي الممثلين مو إذا أمك وأبوكي بالإدارة تتصرفي عكيفك ما حذرتي كلام لميس طابو بتقولك إيه يعني إيه بتقول لا يعني لأ وغير هذا الحكي ما في عنا فهمتي؟ سيراج حاجة عيت مشان الله بيسانك أنا ما خلصت حكي أجاري عفوا سمعيني ولاي أصحك تتدخلي فيني مرة تانية ما فهمت عليكي أنا ما قلت لك إنو ما تحكي إني رحت عدار الأزياء ليش حكيتي؟ لا أبداً أنا ما قلت لحد شيء لا يا أنا كتير صدقتك بارح كنت عند برش بطلي بدأي إيه للشاب بقى شاف المساج تبعك ومسحه فوراً هو ما عم يفكر فيكي بنوب ما عم يفكر فيني ولا ما عم يفكر فيكي فكري وخبريني مرحبا بعد إذنك أنا جاي من وكالة إيغو تفضلي شكراً إلك مرحبا جبت سكربينة بورجين خانو جلال بيك جوشي بدنا نحاول انتنجازين قبل دواء شكراً يسلم أهلاً ألو إيه تجلي جلال بيك أنا وصلت بس ما عم بقدر فوت لك أقولي كلمة السر أخطبوت أخطبوت ايه تمام مش الحال جلال باك كلنا بنعرف إنه مكانة مهرجان أفلام اسطنبول الفنية وتوراة مرحباً مهمتون جداً لازم أولى لهاي النقطة لأنه كتير حلوة وبتيجي بمحلة ايه بورجين خانو جبت لك سكربينة لحطة هون ما بدي عطلك شكراً إذا بتسمحيلي بدي أعتذر منك كمان مرة مشان الشيالي قلته لحضرتك طعي طعي كلنا بنعرف إنه مكانة مهرجان أفلام اسطنبول الفنية وتوراثه مهمة جداً أنا فيني أطلب منك طبعاً طبعاً اسماعيل أقل لك فيك تظلي عم تشيكي على إيميلاتي حبيبتي لأنه عم بستنى إيميل كتير ضروري من باريس ماشي؟ تماماً ولا ينبيك شكراً كلنا بنعرف إنه مكانة مهرجان أفلام اسطنبول الفنية وتوراثه مهمة جداً تم عرض أفلام وأعمال سينمائية فنية في مهرجان اسطنبول للأفلام شو؟ مصلشي؟ ما فيشي لسه تم عرض أفلام قوية وأعمال سينمائية فنية في مهرجان اسطنبول للأفلام الذي تم لأول مرة في عام 1982 لأول مرة سنة 1992 لك يا الله مو 92 بورجين خانم أنا خطر ببالي شي إذا بتحبي ممكن يكون معيك ملق من منصة أو أنا بساعدك من وراء الكواليس كنت على طول ساعد رفقات الممثلين على المسرع إذا بتحبي أنا بساعدك بورجين خانم كيف؟ حطي هي بإذنك إذا سمعت طيب ماشي كيف الصوت؟ حاس الصوت جوات إذنك إنه كتير عالي وهلأ كيف؟ إيه ما تجعوا بيني ليش؟ تصرفي كأني مالي الموجود وما حدا رح ينتبه أربي خطوة لقدام؟ خطوة؟ تمام بدك تعملي مثل ما عمقلك بدون ما تجعوا بيني أربي خطوة؟ هلأ خطوة على اليمين؟ لا هلأ ما وصل شي خطوة لقدام؟ وهلأ يسار؟ تمام هلأ أعطيني الورقة لأقرالي؟ وعيدي ورائي لو سمعت تمام مساء الخير نحن في غاية السعادة لتواجدنا معكم في افتتاحية مهرجان اسطنبول للأفلام مساء الخير نحن في غاية السعادة لتواجدنا معكم في افتتاحية مهرجان اسطنبول للأفلام شلون حلو معا؟ هنجد منيح كتير في شي؟ لا ما في شي استني ما وصل شي لسه؟ ليك نعم شوف تطميم شكرا رح ننفضح فضيحة تاريخية ونتبهدل كلنا ديجلي شو رأيك ترجعي تقولي لها رأيك؟ جلال بيك انت قلت لي لك ما حرف شو قلت بس شو نعمل ما ضل عن نحل تاني شو نعمل؟ ليكي إذا وصل إيميل إصحيك تقولي لها عنه لبورجين إذا بيكون سلبي ما رح نقدر نرفع لها معنوياتها إيه شو بدي إليه يعني مرجع؟ إيه هيك قليلة بالحرف الواحد إيه؟ في جهاز انزار هون؟ جهاز انزار ليش؟ عم فكر إنه يعني بلكي بيجي له شي عود كبريت على كل فساطينا وبيحرقهم كل ياتهم ومنرتاح لميز حلول منطقية أكتر لو سمحتي شو هالحلول هاي معقول؟ لا تآخذني حياتي ما ضل فيني لمنطق ولا غيره إذا بتحب أنت لقي حل منطقي على زوءك طيب خلاص ودي صوتك إجل إيمان إجل إيمان إجل إيمان إجل إليك إجت إجت شو نعمل؟ شو نزوي؟ أعمل شي لك سوي أياش يمنع على ضيحة شو بتضع بريدي لميز؟ وهلأ صار الوقت يلا دعو لي موفقة موفقة يلا برجين خانوم لا تروحي بخيلك لا تروحي بحرف رحت عصبي مني بس قلبي ومم طوعني إتركك تطلعي هيك على المسرع ما حدا قدراني إليك شي لحتى ما يزعلوكي بس بحلف لك لشهور ولسنين رح يضلوا يكتبوا عن بشاعة هالفصطان رح يحكوا عنه لساعات ببرامج المشاهير أنا بس لأنه ما كان بدي زعليك بس الصديقي بيحكي الصدق حضرتك عنجة لازمك مساعدة بهالخصوص التصميم مو شغلك لا تواخذيني وهي قلت الله يعني أنتوا عم تكذبوا وكنتوا رح تبعتوني بهذا الفصطان عالمسرح يعني بصراحة نحنا يعني نحنا بالحقيقة ما شفتوا مسيجات مبارح أنا شفتوا ايه وأنا كمان شفتوا ما كنتوا مسترجين تقولوا أنه تصميمي بش عمو بالأخص أنت جلال يعني ليكي هلأ بورجين جلال ايه ايه لحق معيك ما كنت بسرش مظبوط يعني كنت رضيان أني اطلع هيك بس مشان ما أزعل مو يعني بالحقيقة ليش ما صرحتني ولك أنا سألتك ألف مرة مشان تقلي رأيك بصراحة قلتلك قولوا ما رح أزعل منك ليك سألتك كنت جاوبة بصراحة أنت كمان جلال ليش ما قلت له ويحتب معناها أنت كنتي قولي للميس أنت ليش ما قلت أي شي يا عمري خلص أنتو لتنين مو وقت أنو تتناقروا ليش ما قلتوا لي الصراحة بورجين ما كان بدي زعليك أبدا يعني ما في سبب تاني أصلا شو رح هيكون في سبب تاني ايه وأنا كمان يعني ما كان بدي أكسر خاطرك بورجين بس دجلة بعكس كون صارحتني جلال أنت مو بس مدير أعمالي صاح أنت رفيقي قبل كل شي وأنت كمان لم يسمون يعني إذا هو سكت لازم أنت تصارحيني الحقيقة كان لازم اسمعه منكم قبل الكل كان لازم تقولولي أنه أنا فاشلة بمجال الأزياء وخلصت القصة مو هيك ايه طبعا معيك عن جد معيك حق وإذا زعلت يعني أكيد رح أنسى مع الوقت ما رح تخلص الدنيا لرفيقي بيحكي الصراحة مع رفيقه ما بجامل أين بلا من شوي هيك قالت دجلة تعالهم تعايا طولان تعا سامحتيني مو؟ سامحتك بالمناسبة بعرف أنه وصل للإيميل شفته على تليفوني من شوي بما معناه بعطين لي بوس إيدك تركك من هالقصة لأنه مالا إليك أصلاً نحن كمان من هيك ما حكينا إليك وصلتك هديتين بارح يعني الساعة يتأخر بس وصلتنا خلص تركينا من هالقصة يلا يلا روحي شهزي أكيد ما رح تنبسا يلا روحي تمام أنت بدي تيامك وطلعي بسرعة يلا 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 عمر بسرعة سمعي بحياتك لا تترددي بأنه تقولي اللي بقلبك تمام ولازم غيرك يتعلم منك بها الوسط الكذابين كتار كتير بس إذا بدون شي منك بيشيلوكي عكفوف الراحات يعني استغلال وكذب بيتضحكوا وبوشك وبقفاكي بيحكوا عليكي ميت كلمة لهيك خليكي متل ما أنتي ولا تصيري متلن تمام برافو عليكي تحييي متشكرك بورجين خانو بحي الأعمال اللي بيطلع بيدي صار جاهزي برافو عليكي دجلي معناها أحيانا لازم لواحد دجلي أتكي بوش الناس هيك ليخلييهم يصحوا بتسلم جلال بك؟ وخطة الإنستاجرام كانت ممتازة شكرا مسكي هي كمان بحبها النيكي أنتي بتستحقي هالدعوة بجذارة جلال بيك يسلموا كتير عن جد شكرا هيئري يعني خلاص شيني روح مرحبا شكرا كتير لك وائز بمهرجان البندقية لهاي السنة وينتر من مهرجان كان ورح نعرض الفيلم ال85 لفرانسو اوزو شو وينا؟ ليش ما طلعت وينا؟ ليش ما طلعت ليش ما طلعت ليش ما طلعت ليش ما طلعت شوهوب ؟ أهلا وسهلا فيكم بمهرجان اسطنبول للأفلام نحن سعيدين للتواجد معكم بافتتاحية مهرجان اسطنبول للأفلام يلي كلكن ناطرينه متل ما أغلبيتكن بيعرف يعني كلنا بنعرف المهرجان بحياتنا بيأخذ مكان مهم من الناحية الفنية والتراسية أول مرة بدأ هذا المهرجان كان سنة 1982 المهرجان وصل للسينما تبعنا بصراحة ما عدت حمّح يا جماعة لا توعزوني ما رح أقدر أتطلع ما رح أقدر أتطلع أبدا معقول حاكن علي ما كان بيودي أطلع قدامكم بهالشكل بس الظروف هي اللي جبرتني بصراحة كنت محضرة كلمة حلوة كتير بتعبر عن قيمة المهرجان التاريخية بس هلأ فقدت أعصابي شبه يا ترى ما فيكن تتخيلوا حجم الغضب الموجود بداخلي هلأ وأنا ومن أول يوم نجبرت إني أتخطى أكتر من عقبة طبعاً مو بس أنا الوضع هاد بينطبع على أغلب زميلاتي يعني بصراحة مو بس أنا عمعاني نشوي بالكواليس كنت باجتماع مع واحد من المستثميرين بالأول كل شي كان طبيعي والزلمة كان أكابر وزريف كتير وبعدين فجأة فهمت إنه فيه شغلات تانية عم يحاول يقناني فيه وبدون أي خجل قال لي أنه أنا فهمته غلط شو هم تحكي بس أنا ما فهمته غلط أبداً نحنا كستات ما منفهم أي حدا غلط مظبوط تصرفات بشعب تنعمل معنا تلميحات وتحرشات هو أكتر من هيك بس نحنا ما لازم نسكتلون لازم أصواتنا تطلع لأنه إذا سكتنا هاي التحرشات بحياتها ما رح تنتهي بس قلقتوا له الكلب بدي خلص عليه لا ما عليش ترك لي يا لهيك ما لازم نسكت نحنا موجودين بشغلنا وبعرق جبيننا وأكيد ما رح نسكت براف براف أنا هل أقبش 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 تفضل عم اسمعك خلينا نبلش من المساج أول شي ما وصلني مساج منك لتكوني بالصورة يعني لو وصلني أكيد رح أتصل فيك واضحت هالنقطة مع شي هلأ منجي لالك باريش أنا ما عندي مشكلة معك ابنم عن جدلك خلينا نحكي شوي بكل صراحة قلت اللي ضلي لالتا وأنا ما ضليت لأنه كان بدي العلاقة تكون جدية بيني وبينك مو تكون مجرد علاقة عابرة وفجأة لقيتك رح ترتبطت أنت وبيسان شو بدي أعمل ما منشي حالنا سوا وإنت فتب علاقة لهيك هاد الحاكي ما هدقله لسوم أصلاً بهالفترة ما عندي وقت فاضل حتى خصصه العلاقة عندي أولويات تاني مثل ما أنت اشتغلت على حالك وتعبت لوصلت أنا كمان واجبي هلا أخليق فرصة لحالي بهالوساط إذا ما بخليق فرصتي بإيدي ما بوصل لمشي تلي ما بعرف لأي درجة في أني يكون صريحة معك كون متأكد أني بعمل أي شي بيطلع بإيدي كرمالك بس نحنا ما رح يمشي حالنا نحنا أصدقاء ورح نبقى أصدقاء تفاين 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 يلا فوت انت بلا معي بل شوي سألوين راحوا معتبيا قالوا أي أمي أي أمي كل شي رواء ما تقلقي لا لا ما في مشاكل بالوكالة أبدا طمني بالد طبعا منحكي أحيانا ما في مشاكل بيناتنا والأمور كلها ترواء الشغل ممتاز أي حكيت مع ميادة خانو ممبرحة حكيت لك ما بظن أنه رح يكون في مشاكل بقى طبعا رح ضلني واقفة ع رجلي لوحدي أمي أنا ماني بحاجة لمساعدة حدا ولا حتى بحاجة لمساعدته وأصلا ما رح أسمح لحدا يعرف شلي بيناتنا أنتي ولا يهمك ما تقلقي طيب طبعا أمي شبك مستحيل حدا يعرف أنه السراج أزال أبي ما تقلقي ميرال صار شي غريب كتير اليوم ما رح تصدقي حكينا أنا وبارش قلت له كل شي بقلبي كلمة كلمة وما خجلت ميرال سمعتيني مو؟ سمعتك وشي حلو كتير والله بس صار عنا مشكلة كبيرة هلا شو هي؟ إجا صاحب البيت وقال بده يانا نسلمه ما فهمت عليكي أنا كمان ما فهمت بس هذا اللي صار إجا لعندي وقال فضولي البيت قال طالع علينا حكي والعالم بيسيرتنا ومن هاللعلاك لحظة شوي هالزلمة عمي رائب بيتنا بوقت فراغه يعني وقاعد عم يسجل مين فايت ومين طالع لهم ما بعرف شو عم يفكر هالزلمة بس لازم نلاقي بيت بأسرع وقت ما علش ميرال اسمحي لي ما رح ندور على بيت جديد ولا غيره بأي زمن عايشين نحنا معقول يعني نطلع مبرر للعالم إذا إجال عنه ضيف دجلة لوين رايحة رايحة حاكي عأساس إذا حاكيتي رح يرد عليك دجلة بكون سمع حاجة تدقي ايه معليش بدي دقي شو في يا بنتي عند المسع انت هالي شو صاير لك عم أمصطفى نحنا بعمر بناتك ليش ما عم تعملنا متلون اهدي دجلة بس دقيقة بالطول وبالعرض عم نحاول نعيش بهالبلاد وفوق كل شي من الصبح للمسع عم نشق حالنا بشغلنا وبعدها بتطلع لنا حضرتك شو قصدك بمين فايت ومين طالع لعنة؟ بلى ما نفوت بهالموضوع يا بنتي لا ليش تفضل احكي انت شو القصة اللي عم تحاول تطلعها علينا؟ شو قصدك تقول مين فايت ومين طالع؟ لوين بدك توصل قول أهل الحارة متدايقين يا الله دخيلك شو دخلني بأهل الحارة؟ مين أهل الحارة هدول؟ انت ممكن تعطيني اسماؤن لحتى روحوا اسألن واحد واحد شو العيبي اللي شافوا منا؟ كل هاد لأنه أجل عنا الضيف عالبيت وزارنا؟ ضيف ببيتي ما فيني استقبال؟ لكي الله يوفقك لا تكتري حكي أنا قلت اللي عندي لرفقتك فتضولي البيت بآخر الشهر سكر بي وشي شي حلو كتير أنا ما كان ناقصني غير هالختيار برأيك أنا قسيت شوي على عمو مصطفى مو هيك؟ شوي؟ ما كان ناقص غير تضربيه للزلمة بس والله معك حق تعملي هيك سمعي لأقلك ما رح نطلع من البيت موقعين عقد لأسنة قانونيا ما بيقدر يطلعنا صح كلامك هو ما بيقدر يطلعنا بس بيطفشنا لهيك خلينا ندور على بيت تاني كله قصار بس من تحت رأس داك الممثل المصروع شو دخله هو؟ ما بعرف أنا هلأ معصبة كتير وفلة تلساني ما بعرف شو عم بحكي شروا البليتي ما يضحك هيك بيقولوا ما؟ الله يمضي على خير